تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط تسامات و29 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت 356 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 74 طن أما في مجالي حجب أرز الشعير والأبيض وعدم توريد أرز الشعير والباية بأزيد من السعر الرسمي للأرز تم ضبط 259 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 23 طن كما تم ضبط 911 قضية في مجالي قضايا المخابز من بينها 195 قضية خبز نقص الوزن و180 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال القضايا المتعلقة بغش الأعلاف فتم ضبط 8 قضايا بمضبطات بلغت 66 طن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر